من جهته أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن توصل الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مصمرة بين السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد والذي اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدبير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطنية وأضاف محافظ البنك المركزي أن الوصول الاتفاق مع صندوق النقد سيعزز الاستقرار للاقتصاد الكلية وتعزيز السياسة النقدية مضيفا أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة لاحتياطي من النقد الأجنبي خلال السنوات الأربع المقبلة سيعزز ذلك الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلية وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حداتها على المستوى العالمي مؤخر وعلى جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف فيما يصهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقصاد المصري والبنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتراط الدولية على نحو تدريجي ومستدام حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد التجوى التنمولية في كل من الأربع السنوات القادمة وإن شاء الله احنا بنستهدف على الأقل المضاعفة للإحتياطة بتاعنا في هذه الفترة ولقد أعلن البنك المركزي لمصري اليوم بأنه سوف يتم تحديد قيمة جديد المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بوسطة قوى العرض والطلب في اعترار نظام سعر صرف مارد ما هيعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي ومتمثل في تحقيق استقرار الأسعار وسوف تهدف السياسة النقضية إلى خفض التدقم تدريجيا حتى يصل إلى حدود التدقم مستعدفة من قبل البنك المركزي والتي سوف يتم الإعلام عنها نهاية العام إن شاء الله